عقد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة اجتماعاً مع الجهاز التنفيذي وأعضائه وتم خلال الاجتماع متابعة آخر ما تم التوصل إليه من مستجدات الخطة الموضوعة لتنفيذ استراتيجية مجلس إدارة الهيئة في الإعداد لمتطلبات إجراء الانتخابات لسيما فيما يتعلق بالجوانب اللوجستية المطلوبة وتوافرها بالكامل وكلف رئيس الهيئة المستشار وليد حمزة كلف الجهاز التنفيذي بوضع تصور كامل لكل المتطلبات اللازمة في سبيل إنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب على النحو المطلوب والموعد المحدد للانتهاء من توفير تلك المتطلبات وإعداد تقرير مفصل بكافة الإجراءات التي اتخذت وعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن